هؤلاء القادة الذين أسسوا للأصولية في هذا العصر ليسوا طبعيين ليسوا عاديين ويسألونني من الذي دفعك لتقول الله دفع لي ولم يدفع لي أحد وأقسم بعزة الله لو جاءني الموت الآن ما عدت عن كلامي هذا نحن 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 سذج بسطاء وغلابا ونحن مغفلون سألوه يا إمام حدد لنا صلاحياتك ما صلاحياتك صلاحياتي هي صلاحيات الله أقسم بالله صلاحيات الله قلهم أنتم الآن ستشعر أبتانكم ستصعقون بصعقة برق كان يتورع عن قتل ذبابة ما شاء الله على اللطف والرقة والرحمة والحنان ما شاء الله على الفصام الشيزوفرينيك شخص مفصوم الشخصية شخص صغير طبيعي ما شاء الله على الجنون وفي الوقت نفسه بفتوى واحدة 35 ألف المعارضين تم قتلهم بغير محاكمات ستقول لي معقول معقول أن مسلما يبلغ به الغرور والجهل الغرور هو الجهل كما أقول دائما أنه ربما يظن نفسه فاق النبي عدلا وقصطا وربما علما ورحمة طبعا طبعا وقلنا وقلنا في قيادات إسلامية كبيرة في هذا العصر باحت بكلام وكتبته يفهم منه أنهم فضلوا أنفسهم على أنبياء الله العظام من بعض الزوايا والجهات ما رأيكم قبل أيام أقرأ لأحدهم وسأفيد قليلا في الحديث عن هذا الرجل المرعب جعيم إسلامي كبير معروف على نطاق عالمي يكتب 1988 لكن قبل ذلك كتب في وصيتي وهي مطبوعة بفضل الله مطبوعة في بلده الإسلامي ومطبوعة في البلاد التي تطبع له ولطائفته مطبوعة بفضل الله قال إني لا أجد من الجرأ أن أصرح أنت لست جريئا أنت شيء فوق الجرأ لا أريد أن أقول أكثر من ذلك شيء فوق الخيال لكن بفضل الله ما نحن فيه اليوم ومساء نوالي فيه الحديث في الدرس بعون الله بعون الله جذير بأن يكشف النقاب ولو من بعض الزوايا عن أمثل هؤلاء لا بد أن نحذر من هؤلاء والله الذي لا إله له من لا يزال مخدوعا بهؤلاء ولا يقول أن يفهم حقيقة هؤلاء لهو المخدوع حقا قال إني لا أجد من الجرأ أيوة أن أصرح أن شعب لنفلي وذكر اسم شعبه أيوة وشعب هو ويظه أنه هو الذي صنع هذا الشعب وصنع ثورته وصنع نظامه أن شعبنا الفلاني في هذا الزمن أفضل يعني أفضل وأعظم وأكرم من شعب الرسول في الحجاز في وقته الله الله كأنه يقول والله العظيم في وصيتي اقرأوها لا تصدقوني اقرأوا عودوا حين قلت لكم أنا شعرت أن هؤلاء الناس ليسوا طبيعيين هؤلاء القادة الذين أسسوا للأصولية في هذا العصر ليسوا طبيعيين ليسوا عاديين هناك شيء خبيث جدا جدا في نفوسهم وعقولهم أقسم بالله العظيم والله العظيم لو جاءني الآن الموت ودائما أقول لنفسي هذا بفضل الله عز وجل ويسألونني من الذي دفعك لتقول الله دفع لي ولم يدفع لي أحد وأقسم بعزة الله لو جاءني الموت الآن ما عدت عن كلامي هذا وسألقى به الله بل أنا سألقى الله به وأنا مرتاح الضمير أقول له يا ربي أفضت بمن عندي قلت أنا أبرأت ذمتي وحذرت أمتي وأنا صحت لها الأمة التي لا يزال كثيرون منها مخدوعين بهذا الفكر وبهذا العبث واللعب بالدين قال إني لأجدم الجرأة أن أصرح بأن شعبنا القصصم العظيم في هذا العصر أعظم من شعب الحجاز أيام رسول الله واضح جدا يقول أمتي أعظم من أمة محمد أنا وشعبي وأصحابي أعظم من شعب وأصحاب محمد لا 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 بقي أن أسألك أنت 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 ماذا ترى في نفسك هل أنت كمحمد أو أعظم والله العظيم سؤل في هذا الموضوع شيء لا يصدق يا أخواني نحن 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 سذج وبسطاء وغلابة ونحن مغفلون لكن كفى تغفيلا لن نبقى مغفلين بعد اليوم سألوه مرة يا إمام حدد لنا صلاحياتك لأنه في سنة 1988 كتب رسالة منشورة أيضا إلى نائبه يقول له من حق الحكومة الإسلامية من حق الحكومة الإسلامية أن تخرج مما ثواثقت وتعاهدت مع الشعب عليه في أي أمر عجيب يعني الشعب هذا خمسون ستون مئة مليون بايعنا وبايعنا من طرفنا على كذا وكذا قال حين نرى أن الذي بايعنا عليه سواء كان أمرا عباديا أم غير عبادي كان يقول دينيا أم غير ديني يعني في الدين في السياسة في الاجتماع في الثقافة في أي شيء من حقنا ألا نفي للشعب من حقنا أن كعونا تراجع وننقضي عهدنا وذمتنا مع شعبنا الذي بايعنا إذا رأينا أن المصلحة في غير ذلك أنت ترى من الذي يريب الضبط طب هذا الشعب ماذا يفعل هذا الشعب فيه مفكرون وعلماء ونواب ومشرعون بالملايين قال لك لا كلام فارغ ومن حقنا قال حتى القضايا الدينية نتخذ فيها الإجراءات التي نرها مناسبة على الحج مثلا يقول هذا كلامه مكتوب بنصي وفصي بفضل الله عز وجل ولذلك الحمد لله جماع من أتباعه وبعض من كبار أتباعه ارتدوا عليه وكفروا به كفروا به وبدعوته وبإصلاحه كفروا بهذا الجنون بهذه البرانويا الميجالومينيا هذا الجنون والتألو هل تظنون على فكرة وهذا أيضا من بساطتنا نحن دائما يعني كيف فعلا حقيقة فرعون قال أنا ربكم لا على نعم أخذ وعلى فكرة مش فرعون بس فيه فراعين في المسلمين وفراعين في رجال الدين آه ويصل به الجنون والعته والمغلوبية على عقله أن يظن نفسه إلها من نوع خاص أو حتى الروح الإلهية حلت فيه خلص ونتهيين أو هذا الجنون الصوفي عند بعض المتصوفة بعض المجانين من المتصوفة الوحدويين أصحاب النظرية وحدة الوجود والحلول والاتحاد وهذه الزندق السافرة الجهيرة المخيفة الملعونة ولذلك قال الحج شعيرة عظيمة بلا شك وبعدين أيوما له الحج قال فيجوز أنا أن نمنعه ممنوع تروحه وطبعا لماذا تمنع الحج لماذا طبعا عشان تصفيت حسابات سياسية مع الدولة التي فيها الحج يعني الأمملكة السعودية نمنع الحج قال المساجد أو يمكن أن نعطلها إذا رأينا المصلح في ذلك يعني يأتي بأمثل بالدات ما الدين وهذا مصلح ديني كبير يريد الإسلام هذا يريد الدين محمد قال ويجوز لنا حتى أن ندمرها وأن نخربها ونمنع بناءها مرة أخرى إذا تبين لنا أنها مساجد ضرار وما أسهل أن تلصق ملصق ليب أي ضرار على أي مسجد لا يعجبك على أي خطيب على أي فكر يبث هذا المسجد لا يرضيك وتقول مسجد ماذا مسجد ضرار وما أسهل أن تهدمه على رؤوس من يصلي فيه ويعمل الله بذكره وربما بالذكر الذي يرضاه الله لا بذكرك أنت إيش يبخيف مرعب أختم هذا الخطبة أدركنا الوقت أيها الإخوة سألوه يا إمام حدد لنا صلاحياتك ما صلاحياتك يعني قريباً من صلاحيات النبوة هيك تعرفون ماذا أجاب ومن غير تردد صلاحياتي هي صلاحيات الله أقسم بالله صلاحيات الله قالهم ولذلك اقشحرت أبدان جماعة من الصادقين من حوله وليس المتأكلي المنتفعين الذين يوافقوا على ذلك عادي صلاحيات إلهية ما المانع يعني طب ما النصاري قالوا يا الله حل في عيسى يعني الله بكون حل في يعني إيش المشكلة يعني في إله تخرجة فلسفية زنديقة صوفية ملعونة قال لك صلاحيات الله صلاحيات يعني يحيي ويميت لذلك هذا الرجل المخيف المرعب سأفيض عنه في المحاضرة أيها الإخوة كان يتورع عن قتل ذبابة أنتم الآن ستخشعر أبدانكم ستصعقون بصعقة برق فيفتح الباب يقول لماذا نؤديها ذبابة ما شاء الله على اللطف والرقة والرحمة والحنان ما شاء الله على الفصام الشيزوفرينيك شخص مفصوم الشخصية شخص صغير طبيعي ما شاء الله على الجنون هذا هو الجنون على الفقر لغة الطب النفسي وفي الوقت نفسه بفتوى واحدة 35 ألف المعارضين تم قتلهم بغير محاكمات 35 ألف وهو قال قال ما في تردد قال لا تردد في وجوب قتل هؤلاء ومن غير محاكمات لا معنى للمحاكمات فتم ذبحهم كالسخال 35 ألف لسه مش الكل هذا بفتوى واحدة والفتوى ثابتة وكشف عنها النقاب أقول قوي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا